نحن قلنا الدولة في يدها الأدات التي ستقوم بالاستثمار اللازم لتكوين الثروة عام 2012 كنت لي شرف تمثيل الشعب في المجلس الوطني التأسيسي وكنت نائب رئيس لجنة المالية طبعا حزمنا ما كانش عنده برشة مقاعد مع الأسف فكانوا لي عندهم برشة مقاعد يفرضوا رأيهم في الأخير ولكن عام 2012 نجحنا بشقنعنا الجهاز التنفيذي أي ممثلية الحكومة والإدارة أن يقترحوا على مجلس الوطني التأسيسي مشروع قانون مالية اللي فيه نص ماشي للمصاريف العادية تيتر آن والنص الآخر ماشي للمصاريف الاستثمارية للدولة أو التنموية يسميوها أول مرة في ميزان تونسي 50-50 ما راعنا إلا بعد ما تعدى العام ورينا قداش تصرف كل ما هي فلوس من البند الأول متع ميزان المصاريف مشاء معظمه في الأجور والثاني ما تم استعمال إلا 38% منه قلوا 40% 40% بركة الفلوس موجودة يا ربي والحاجيات موجودة في المناطق المحرومة كيفاش الجهاز التنفيذي ما ينجحش بش ينظم أموره أولا لتخديمك الفلوس بيش تكون فرصة للعملة من وقتها تفتنت أنا فما حاجة ما هيش عادية في العمل الحكومي رغم اللي تمشي الديمقراطي والحمد لله في تونس من قط اللي بدات بناء الديمقراطية قاعد طالع للطابق الأول والثاني والثالث وانت خبات صغيرة والحرية ونجم نتكلم معاك هوني بكل صراحة وانت تتكلم معايا بكل صراحة ماناش خايفين كي نخرج ومن هنا يبدأ راجل والاثنين يستنوا فينا بشي يزونها لك البقع ولكن ولكن الكلمة السر اللي ما زالت نقصتنا هوني هي جدوى العمل الحكومي ترجمة نانسي قنقر